السلام عليكم أهلا بكم في قناة قضايا وأعلام الكتاب الذي أمامكم إخواني هو ترجمة لمذكرات خير الدين بربروس رحمه الله نقلها إلى اللغة العربية الدكتور محمد دراج ونشرت في طبعتها الأولى سنة 2010 في الصفحة 95 من مذكراته هذه يقول خير الدين في هذا الوقت كان سلطان المغرب أكبر ملوك العرب في إفريقيا كنت أعتقد بأنه ما لم يتم إخضاع سلطان المغرب فإنه من المستحيل بسط سيطارة الأتراك على إفريقيا من خلال سياق الكلام فإن الفترة المقصودة هنا هي مطلع القرن السادس عشر وبالتحديد حين استقر خير الدين بربروس بمدينة الجزائر أي حوالي 1519-1520 هذه الجملة إخواني كثيرا ما يتباه بها أشباه المثقفين ومن يسمون أنفسهم بالمؤرخين في المملكة المغربية ويعتبرونها دليلا على أن المغرب الأقصى في هذه الفترة كانت فيه دولة قوية يحكمها سلطان قوي بل يصفون هذه الدولة أحيالا بالإمبراطورية فهل هذا التفسير أو التأويل لكلام خير الدين صحيح؟ وهل قولهم بوجود دولة قوية في المغرب الأقصى يتطابق مع الأحوال السائدة في هذا المغرب خلال الفترة التي يتكلم عنها خير الدين؟ هذا هو موضوع حرقة اليوم إخواني فأرجو أن تصبروا وتتابعوا معي حتى النهاية هنا لا بد من العودة إلى كتب المؤرخين ولتكن البداية من هذا الكتاب المغرب وأوروبا بين القرلين الخامس عشر والثامن عشر الكتاب مطبوع في المملكة المغربية ومن تأليف باحث مغربي وهو عبد المجيد قدوري يصور الكاتب الحالة السياسية للمغرب الأقصى في أواخر القرل الخامس عشر ومطلع القرل السادس عشر فيقول ففي هذه الفترة التي عرفت امتداد أوروبا واتساعها واكتساحها للعالم كان المغرب يعيش أزمة خانقة وحادة فرضت عليه الانكماش والانعزال والانزواء وتسببت في خلخلة هيكله الأساسية وزعزعاتها وضربت في العمق ذهنية سكانه فتراجعت السلطة المركزية وفشل الوطاسيون في صيانة وحدة البلاد وظهرت كيانات سياسية وعسكرية جهوية مستقلة أو متصارعة بعضها كان بمبادرة من أسر أندلسية كإمارة شفشاون بقيادة علي بن راشد أو إمارة المنذري بتطوان بالإضافة إلى إمارة دبدو آخر معقل ماريني ومملكة مراكش ومملكة فاس زيادة على الاحتلال البرتغالي والإسباني للثغور المغربية وما ترتب على ذلك من تجاوزات كلام واضح يفيد بأن المغرب الأقصى أنذاك كان يفتقر إلى الوحدة السياسية كانت فيه إمارات عديدة مستقلة عن بعضها ومتصارعة فيما بينها بالإضافة إلى تعرض مراكزه الساحلية للاحتلال الإسباني والبرتغالي ننتقل إلى كتاب آخر المغرب في عهد الدولة السعودية لمؤرخ مغربي أيضا وهو عبد الكريم كريم يتحدث الكاتب عن نفس الفترة فيقول كان لضعف السلطة في فاس وعجزها عن صيانة الآمن والدفاع عن البلاد أثر كبير في انتشار الفوضى والفتن مما أدى إلى تجزئة المغرب إلى وحدات سياسية شبه مستقلة بعضها أملتها ظروف الجهاد ومقاتلة العدو المحتل للسواحل المغربية كما حصل بالنسبة لشفشاون والقصر الكبير وتطوان وبعضها الآخر نتيجة البعد عن مقر الهيئة الحاكمة وذلك كما تم في شرق المغرب وجنوبه بالإضافة إلى أن معظم القبائل التي كانت بالسواحل الأطرسية خاصة قد وجدت نفسها مضطرة إلى مهادنة المحتلين وإعلان بعضها الدخول تحت حماية البرتغاليين إذن حسب هذا الباحث السلطة الحاكمة في فاس كانت ضعيفة وغير قادرة على حفظ الأمن وتوحيد البلاد لذلك المغرب الأقصى في هذه الفترة لم تكن فيه دولة قوية ولا سلطان قوي ولا هم يحزنون بل كان مشتتا وسواحلهم معرضا للإحتلال الأجنبي وأكثر من ذلك يقول الكاتب أن معظم القبائل التي كانت بالسواحل الأطرسية خاصة وجدت نفسها مضطرة إلى مهادنة المحتلين وإعلان بعضها الدخول تحت حماية البرتغاليين ننتقل الآن إلى كتاب ثالث الدخول العثماني إلى الجزائر للباحث الجزائري محمد دراج وهو الذي ترجم مذكرات خير الدين برباروس إلى اللغة العربية يلخص دراج وضع المغرب الأقصى في مطلع القرن السادس عشر فيقول لم يكن الوضع في المغرب يختلف عن ما كانت عليه في بقية بلدان الشمال الإفريقي الأخرى فقد كان هو الآخر يعيش فترة من أصعب فترات تاريخه وذلك نتيجة لضعف الوطسيين وعجزهم عن توحيد المغرب تحت سلطتهم فأصبحت البلاد مجزأة إلى وحدات سياسية صغيرة خاضعة لزعمات قبلية أو دينية أو مجالس محلية متنافسة ومستقلة تماما عن الإدارة المركزية أو تابعة لها اسميا ذلك لأن الدولة كانت قد ضعفت سيطرتها على المناطق الداخلية وغابت تماما عن المناطق الجبلية والنائية في الجنوب فكانت البلاد تدار بواسطة زعماء القبائل أو الأمراء المحليين الذين لا تكاذ الحروب بينهم تتوقف إلا لتبدأ من جديد وبيّن الكاتب تأثير هذا الوضع السياسي على الجوانب الأخرى فقال ونتيجة للحروب الأهلية وانعدام الأمن أصبحت ممارسة أي نشاط تجاري أو زراعي يمكنه أن يساهم في ترقية أهالي هذه المناطق أمرا مستحيلا فتعرضت مدن بأكملها إلى الخراب بسبب اضطرار أهلها إلى الهجرة إلى مناطق أكثر أمنا وأنسب لممارسة نشاطهم الزراعي والتجاري وقد أغرى ضعف الدولة وانقسامها كلا من الإسبان والبرتغال بغزو سواحل مغرب واحتلال مدنه والهجوم على ما جاورها من المناطق الداخلية وفي هذه الفقرة أشار الكاتب إلى المدن التي احتلها الإسبان والبرتغال في الساحل الشمالي والساحل الأطلسي وبالمختصر المفيد فإن قول خير الدين في مذكراته أن سلطان المغرب أكبر ملوك العرب في إفريقيا في مطلع القرن السادس عشر لا يعني أبدا أن المغرب الأقصى في هذه الفترة كان دولة قوية وموحدة أو كان يحكمه سلطان قوي فقد وصفه بذلك مقارنة بملوك العرب في شمال إفريقيا علما أن شمال إفريقيا في ذلك الوقت كانت على درجة كبيرة من الضعف والتشتت إلى درجة أن كل مدينة تقريبا كان فيها ملك وكل قبيلة لها حاكم مستقل فالأمر إذن نسبي لأن الأحوال السائدة في المغرب الأقصى خلال الفترة التي تكلم عنها خير الدين في مذكراته لم تكن تختلف كثيرا عن الأحوال التي كانت سائدة في المغربين الأوسط والأذنى وهذا الأمر أكده خير الدين نفسه في مكان آخر من مذكراته حين قال فالمغرب كان يحكمه السلطان ينتمي إلى أسرة ملكية عريقة إلا أنها فقدت قوتها واستقرارها في الفترة الأخيرة بسبب الحروب الداخلية والمقصود بالأسرة الحاكمة هنا هي الأسرة الوطسية في الأخير أشير إلى أن خير الدين قد استخدم في مواضع عديدة من مذكراته للتعبير عن الدولة القائمة أنذاك في المغرب الأقصى تسمية فاس مثل ما ورد في هذه الفقرة وفي هذه وهي التسمية الصحيحة تاريخيا إذ لم تكن في ذلك الوقت دولة أو مملكة تحمل اسم المغرب ولا حتى المغرب الأقصى يبقى الآن إشكال آخر يمكن أن يطرح هنا وهو كما يلي إذا كان المغرب الأقصى على هذه الحالة من الضعف والتشتت في مطلع القرنة السلسة عشر فما الذي جعل صلاطين آل عثمان إذن يقفون عاجزين عن السيطرة عليه أو بالأحرى عاجزين عن ضمنه إلى دولتهم هذا الإشكال إخواني يحتاج إلى بحث لكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر في هذه الحلقة لذلك أدعو الإجابة عن هذا السؤال لحلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته